الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد مواصلة للكلام اللي بدأناه المرة الفاتت في التعليق على منشورات ومنا منشورات اللي اسمه منعم سليمان والودة اللي فاكر نفسه صحفي بيكتب وزي ما وضح معانا المرة الفاتت اخوانا الراجل ده حاقد على الاسلام وبيجتهد اجتهاد شديد في انه يلصق كل تهمة وقبيحة بالدين الاسلامي فهنا عنده منشور بتكلم فيه كلام طويل الشاهد منه قال هذه النسخة الدموية المتوحشة من الدين الاسلامي البوس كله بعنوان دين متوحش وبيعلق فيه على موقف للدواعش في ليبيا طيب قال هذه النسخة الدموية المتوحشة من الدين الاسلامي لم تأتي من فراغ كما يريد ان يتنكر لها غالبية المسلمين طبعا هو لما علق على داعش موضوعه اصلا يعني والمقصد الحقيقي ما داعش في حد ذاته لانه داعش المعروف انه الناس بتبغضى وكل من هو على الدين الاسلامي الوسطي الحقيقي بيبغي الداعش بل هي مبغوضة حتى من كل العقلاء فضلا عن المتمسكين بالدين الاسلامي وهو ما دار يصل للغرضان دار يوصل انه داعش البكرة هو المسلمين هي نسخة اصلية للدين الاسلامي بيقصد به والدين اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة زي ما حنشوف في الكلام بتاعه طيب قال بل هي الاسلام القديم نفسه يعني شنو الاسلام القديم قاصد به شنو قاصد به الاسلام اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة الكرام يعني الناس لما يستنكروا داعش ويكرهوا داعش هو دار يوصل لكم فهم بسيط يقول لكم انتو شايفين النسخة بتاع الداعش الدين المتوحش والارهابي والمبغوض والمكره ده ده دار يقول لكم ببساطة كده ده هو الدين الاسلامي الاساسي اللي انتو لو دارين تكرهوا داعش مفترض تكرهوا الاسلام وتكرهوا الدين اللي يجبعه النبي صلى الله عليه وسلم وربع له الصحابة ده فهموا كده قال اسلام القتل والجزية وعدم احترام الآخر المختلف اسلام النكاح والسفاح طيب اسلام النكاح يعني كيف يعني يعني النكاح ده من الحياة المكروهة برضو والسفاح والزبايح ومضاجعة الطفلات وكأنه في مسألة مضاجعة الطفلات بعرض بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها لأنه الزوجة وكدعقد على ستة سنوات ودخل بها تسعة سنوات ده هو على طريقة العلمانيين وعلى طريقة كل المجرمين دي اللي بيستنكروا الدين الاسلام وبيحاربوه بيعتبروا انه الزواج ده ده زواج ما صحيح ويخوانا ما في اي اشكال من ناحية شرعية اما من ناحية الدخول على المرأة فلا يدخل عليها الا وهي تطيق ذلك والعلماء قالوا كما ذكر ابن حجر وغيره ان النساء يختلفنا من حيث البنية الجسمية من زمان الى اخر ومن مكان الى اخر فالنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن العرب في الجاهلية كانوا في بنية يعني جسمية اقوى وانهض واسرع فما في اشكال والسيدة عائشة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت طفلة بالحسابات اللي بيقولوا عن نازل نعم من حيث السن هي كانت صغيرة لكن من حيث البنيان الجسمي ما كانت صغيرة ولا كانت ضعيفة هذا جانب شوفوا يخواننا زل وصل لأي مرحلة من مراحل الطعن في الاسلام وتبني الافكار العلمانية الخبيثة قال الاسلام الذي يخاطب الاجزاء السفلة من الجسم لاحظ زل وصل لأي مراحل ولا يأبه بالعقل اسلام الدم والمني وما يخرج من السبيلين انا دا افهم يعني المسائل دي من ناحية فقهية يعني المسلمين يخلوه ما يتكلم عنها ولا هو فهمشني يعني يعني ما يتكلم عن الخارج من السبيلين وأحكامه وكده وما يتكلم عن الدم اللي بيخرج من النساء والحيض وغيره الناس يجي يقول لك يا اخي دي لناس الحيض والنفاس ده ما يجوزه من اجزاء الدين الناس بتتكلم عنه بحسبه وحسب حاجة الناس له وانت ذاتك يعني في البيت ما عندك ام وامك دي ذاته عشان انجبتك ما الاحكام دي ذاته يرفته ولا جابتك كيف ذاته انت كانت شغالة يعني بأي برنامج للأمور دي ما يضع عليه حكام ذاته. كويس? قال هذا الاسلام المتوحش الذي تقدمه داعش له اسانيده. انتبه ليدي المشكلة هنا. ومناهجه. وحجج المنشورة بلا حشمة في كتب التراث الاسلامي. اللي داري يوصله. ان الصورة اللي ناس شافتها عن داعش. التكفير والقتل والبشاعة والوحشية دي. هو دار يوصل للناس انه ده الاسلام ذاته عشان الناس سكرنها الاسلام. فاقول لأول حاجة انت راجل مغفل. الاسلام معروف قبل ما تجي داعش وقبل ما تصهر عمايلة دي. وفي احداث زي دي موجودة في التاريخ. لكن هل الموجودة في التاريخ دي كانت يتمثل الاسلام زمان زمن الخوارج في في القتل وفي اللي هو التكفير وفي البشاعة والوحشية دي كلها كانت موجودة. لكن من العهد الاول هي منبوذة وما قبلة المسلمون ولا بتمثل الدين الاسلامي. ففي النهاية يا اخواننا خلاصة موضوع الزول ده داير يلصك في الاسلام تهمة داعش. وآآ دي من من الجهالات ومن الحماقة اللي ذاته الناس ما عندها مجال لها كبير جدا. فدا ما عنده فها ما اكتر من كده البوست بتاعه كله عبارة عن اسالة الدين بس ما اكتر من كده. فانا اقول لك يا اخي الدين ما هو داعش. ما انا تكلمنا في داعش زمان. والموضوع ده وضحناه والكلام عنه انتهى. انت اذا عندك مطاعن انت ابقى نجيض. شفت بصليعة ده ما تكتب بورق البوستات وتجير. احنا عندنا منابر الحمد لله شغالة. والشغل بتاع الكيزانة اللي انت الان يعني بتتزرع ودار تضعن في الدين الاسلامي بين خلال ممارساتهم. دي للشعب السوداني عرفهم. ونحنا وريناك من زمان دي الممارسات دي ما بتمثل الدين الاسلامي. ات ابقى نجيض. وتعال في منابرنا ناقشنا في اي شيء تبتشوفه ضد الدين الاسلامي. ونحنا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى. نناقش معاك شفت اي مطعن من مطاعنك دي بالحتة. نناقشك وتعال جيب وورينا قل لنا يا اخي في النايتنا ما تقول له ايدي داعش. وداعش عمله. الدين الاسلامي عنده مصادر. المصدر بتاعنا نحنا الرباني القرآن. المصدر بتاعنا البشري النبي صلى الله عليه وسلم. جيب لي حديث من الاحاديث ولا آية من الآيات وقل لي يا اخي ده الدين الاسلامي. وتعال نتناقش فيها. لكن عما داعش عمله والكيزان بهين عمله. وتعالوا شوفوا عبدالحي قال. وفلان دي ما بمثلوا الدين الاسلام. دين الاسلامي نصوص القرآن السنة. اجماع السلف الصالح. اقوال الصحابة. ده الدين الاسلام اللي احنا بنعرفه. وبندافع عنه. وقدرين ندافع عنه وانت يا بصليعة ما هتقدر. بازن الله تعالى. تثبت ولا تقدر تطعن مطعن صحيح واحد في الدين الاسلامي. ان قعدت تكتب مية سنة. فيمتها? عندك موضوع عجوطة مع الكيزان ونقاشات. امشي في النادي كنت بتتلاقوا معهم في سياسة. لكن اما في الدين ما بتقدر. برضو يعني زي ما قلت. الجرائم المرتكبة باسم الدين دي ما ما عرفناه. جرائم داعش. جرائم جبهة النصرة. جرائم العبلونة الطالبان. غير من الجماعات الموجهة لتشويها الدين الاسلامي دي عرفناه. حتى العلمانية بتتبنى وانت وفرحان بيهم الليلة ما ارتكبوا جرائم في العالم. ومعروفة جرائم سفق دمار لدول. دول بالكامل دمرت بايدي علمانية. وبالايدي بتاعة الملاح ده والكفار اللي انت بتدافع عنهم الليلة. هل الان كل من قتل في العالم اكان بايدي بايدي المسلمين. ما في دول الان الناس شايفاها. اتدمرت تماما. وخربت بلا. وناس شردوهم. والحرب اللي دارت وين وين في البلاد الاسلامية دي كل ما الناس شايفاها. دي هل كانت بايدي دواعش براهم او ديلك. رغم انه دي المجرمين. لكن ما براهم. انت لو داير تتكلم عن الوحشية اتكلم عن الوحشية كلها. نحن متفقين معاك اللي يلينا منا اللي يخص داعش وشبهها. نحن متفقين معاك انه ده بممثل الدين والدين ذاته بينبوز الكلام ده وبيرفضه. ات ابقى نجيض وجيب النمازج التاني القاعدة في دول العلمانيين. واتكلم عنها وابقى نجيض قول العلمانية فشلت. فشلت في كونها قدمت نمازج زي دي بتمثل العلمانية. طيب تعاني في شنو? مسألة الحريات اشياء? مسألة الحريات? الحريات يا اخوانا عندنا احنا في الدين الاسلامي. ليس للانسان الحرية المطلغة والكاملة. ليه? لان الانسان عبد لله. ومتى ما انت اقررت بالعبودية لله سبحانه وتعالى. ادنت لله بالشهادة? وللنبي صلى الله عليه وسلم بانه رسولك? فانت ملزم بطاعة الله سبحانه وتعالى. وملزم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. انت مسلم اي استسلمت لله بالطاعة. بالتوحيد لله والعبادة كلها لله سبحانه وتعالى. والطاعة في الاوامر والنواهي. واستسلمت بالطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وربنا سبحانه وتعالى قال وما اتاكم الرسول فاخدوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن هنا احنا اخوانا نعلم تماما انه كونك مسلم اذا ليس لك الحرية الكاملة ان تفعل ما تشاء. ما عندك حرية. في اوكات بتاع الصلاة انت واجب عليك تصلي فيها. في كلام محرم انت ما تقوله. في كلام مباح انت تقوله. محددة بضوابط في الشريعة الاسلامية حلال وحرام ممنوع مكروه مباح الى اخره. فمن هنا ليس للمسلم الحرية ان يقول ما يشاء او ان يفعل ما يشاء. طيب من ناحية تانية حتى في الامور التي لم يحرمها الله. ولم يحرمها النبي صلى الله عليه وسلم من الامور الدنيوية العادية. انت ما عندك الحج تفعل ما تشاء. وما عندك الحرية المطلقة. لانه حريتك اذا كان بتأذى منها الغير. يبقى دي ما حرية. الليل انا ماشي في الشارع. انت سايق عربية بتمشي على على اليمين. لانه في واحد تاني ماشي بهناك على يده اليمين. اي واحد منك عنده طريقه. انت ما عندك الحرية تمشي على يدك الشمال. لانه كده انت ادعدد على الاخرين. في الهاوى ده في وقت طايرات عندها مسارات بتمشي بها. فمن من حتى من النواحي غير الشرعية انت ما عندك الحرية الكاملة. من ناحية تانية. الحرية اللي هم بتكلموا عنها حرية ان يفعل هو ما يشاء. لما تجي فيه هو. هو دا يعمل الحاجة العايزة هو. ايجي للنساء يقول له انت لابد من الحرية للمرأة. لابد تكون حرة. انا طيب حرة يعني شنو? يعني ما تلبس الحجاب. طيب لو لبست الحجاب. يقول لا 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 لا. دي الكبت حرتك. ما تلبس الحجاب. انت حرة. طيب انت تقول له انت حرة لكن ما تقول له ما تلبس الحجاب. اول ما قلت ما تلبس الحجاب. اذا هي بقيت كده ما حرة. لانه انت لو دار تطبق مبدأ الحرية عندك. انت ما تتكلم عن ان الحجاب يلبسه او ما يلبسه. تكلم عن الحرية. انه زل يلبس الشي اللي عايزه. ده عندك انت. فهم ما يقول ليك لابد من الحرية والمرأة مكبوتة. والمرأة ما تلبس الحجاب. اذا هو ما داير حرية المرأة انها تفعل ما تشاء. انما داير هو. حريته. هو في التعامل مع المرأة. شان كده بقوم بيصغط كل الامور الشرعية. بل والعادات. والثقافات الطيبة اللي بتقيد المرأة وتخليهما يحصلها. يعني الحجاب الشرعي ده دين. وكون المرأة ما تتكلم مع الرجال. الا لحاجة وبالضوابط الشرعية. ده دين. غير من العادات. كونه الاخو يعني بيكون عنده قوامة على اخته بيضبطها مارقة. جاي ابتين. داخل ابتين. زي ما جابوا الودة اللحبل داك بتكلم. قال لهم. احنا ما دارينا الثقافة الزكورية دي. تخيل. ما دارينا الثقافة الزكورية. دارين حرية. طيب. دارين يسقطوا كل حاجة بتمنعهم من الوصول للمرأة. بمبدأ الحرية. نقول بمبدأ الحرية ذاته. الكلام ديته ما عندك والحق تتكلموا فيه. ما تجي للبتة يقول لها يا اخي انت ما تسمع كلام اخوك. لما يقول لك ما تطلعي من البيت. ما تقول لها كده انت. ليه? لانه هي واخوه عندهم الحرية في تحديد شكل العلاقة بيناتهم. وانه هي تتلقى منه كلام. لانه بيناتهم فيه تعامل ودي حريتهم. انا في البيت هرية الشخصية. انه اقول ليه اختي كلام اختي تسمع كلامي. ليه? لانه في جوانب تاني ماشه تبادل بتاع مصالح بيناتنا وفي تبادل بتاع علاقة. انا في البيت اختي مثلا بتغسل ليه الهدوم وبتكوي ليه. ليه? لانه هي قاعدة مرتاحة في البيت ومروجة وانا بجيب لها الموبايل وبشتري. يعني بمشي باشتغل برة وبدق الواطدي وباشتغل في الخالة واشتغل وين? واجيب لها القروش هي قاعدة مرتبة في البيت. ففي شكل بتاع علاقة بيناتنا. معينة. ان احنا متفجين عليها وموشين امورنا. اتك جابك شنو كرشن ماكنة داك. طيب تقول لا اتك يا اخي ما دارينا الثقافة الزكورية. الثقافة الزكورية احنا متفجين عليها وماشيين مصبوط. انا واختي وعلاقاتنا ماشية تمام. حلوة جدا. بجيب اقول لا مارقة وين? بتقعد ترجف وبدقة وبتبكي ويشي. ده شي بيناتنا نحنا. فمن باب الحرية بتاعتك انت ما تتدخل في علاقتنا الاسرية نحنا. نحنا علاقتنا ماشينا واختي رضيانه مبسوطة. وكان نضمت في نيمة بترضى ذاته. فالحرية اللي هم بتكلموا عنها في النهاية انت بتلقاه هي عبارة عن حرية الطعن في الدين. وحرية التدخل في الدين. وحرية انه يملصوا من المرة كل ما يمنعهم من الوصول لها. دي الحرية اللي هم دارينا. اما لو كانت الحرية ذاتة بتبقى سبيل. لانه الناس تقبل الدين الاسلامي. وتربى بالدين الاسلامي. وتتمسك بالدين الاسلامي. هم حيرفضوا الحرية. الان في الدول بتاعتهم بدول الحريات. هل مسموح للانسان انه يتكلم في كل شيء? ما مسموح. هل مسموح الانسان انه يتكلم في كل مكان? ما مسموح. الليلة هم في التصريحات اللي يتكلم عنها شخم الزمن قبل شوية بتاعة بوب اللي قال نحنا حنعمل مراقبة لدور العبادة ونحنا حنمنع الخطاب بتاع الكراهية طيب انت ما بتنادي بمبدأ الحرية كيف تمنع مني انا اقول خطاب ات بتعتبره فيه كراهية انا مش من حقي اقول ما اشاء من حقي انه انا ادعو ليديني دي من باب الحرية بتاعتك بتاعتك وانا من حقي كمان اقول رايي في الاديانة التانية وفي العقايد وفي الافكار مش من حقي انا دي من حرتي اتا قلت دار اعمل مراقبة لدور العبادة ودار اعمل تحجيم لخطاب تحجيم لخطاب الكراهية وما دار خطاب كراهية دا مش تغييد لحرتي انت قيدت حريتنا نحنا باي مبدأ من المبادئ لانه مبدأ اطلاق الحرية ذاته بخالف مبدأ تغييد الحرية انت مدام اطلقت الحرية انه الانسان لو الحق يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ما من حقك تيتخط ضوابط للحرية دي وليه بتخط الضوابط للناس وما لنفسك انت الان خطاب الكراهية اللي ما دا يروه انت ما مارست خطاب الكراهية من اول الثورة بتاعتك وكرهت الناس في الكيزان والنازل يعني والكيزان يستحقوا ناس يكرههم لكن ات كرهت الناس في الكيزان لدرجة انه الواحد لو خدت لل الشيطان والكيزان يختار الشيطان ويخلي الكيزان خطاب الكراهية المارسه انت عشان تصل بولو الحكم ليه بتجي تمنعه بعدين لما انت قاعد في الحكم ليه بتمنعه ما ممكن غيرك اجي مارس خطاب الكراهية دا ذاته شان يكره الناس فيك انت ويطلعوا عليك زي ما طلعوا على القبالك فما من حقك انت تبيح خطاب الكراهية لنفسك وتمنع خطاب الكراهية عن الاخرين ليه دا اي مبدأ فياخواننا مبدأ الحرية دا اللي هم بقولوه هم عندهم منظور معين للحرية ومفهوم لها حريتهم هم يعملوا ما يشاءوا اما الاخرين ما ليهم الحق في الاعتراض على حرية دا لك على حريتهم هم ولا عندهم الحق في ممارسة حرياتهم ما عندهم الحق فعشان كده ابقى مبدأنا الخطو زاتو نح لو ناقشناهم فيو بتلقى مبدأ ذاتو هم ما قدير تكزوا عليهم وما بيقدروا يثبتوا على المبدأ لوضعهم ذاتو مبدأ الحريات وإلا سيبونا من الكلام دا كله نحن دايرين تطبيق عملي لمبدأ الحريات دايرين نشوفوا تطبيق عملي لمبدأ الحريات انه زي ما هم دايرين يتيحوا للبيت تلبس ما تشاء وتمر في الشارع زي ما هي عايزة وكده يتيحوا للاخرين اللي عندهم رأي فيهم هم يقولوا كلامهم من غير ما اي تغييد ومن غير ما اي اعتراض عموما الكلام بطول والزمن شكله مشى اللهم صلي وسلم على ابن محمد